السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في سوبر هيلسي اخوكم الدكتور احمد البجوري ودي عيادة سوبر هيلسي عن السر الخامس وهو الصيام دي من افضل اسرار عندي وهو سر الصيام انا بصوم ثلاث انواع من الصيام اول نوع صيام اسمه صيام القهوة انا بسميه صيام القهوة ايه هو انا ببطل اكل بالليل 10 ساعات منهم 7 ساعات او 8 ساعات بتوع النوم وبعد كده الصبح في الشغل بكون واخد معايا قبضة يد من المكسرات المتنوعة واشرب معاها بعدها كوب من القهوة جيدة المصدر تمام بدون سكر اهم حاجة بدون سكر ممكن قهوة بالحليب بس بدون سكر اوكي وبعد كده اقعد اربع ساعات بدون اكل وبعد الاربع ساعات دي اكل وجبة بسيطة اللي هي عبارة عن اتنين بيضة مسلوقة متبلة بالملح ملح البحر تمام وبعدها كوباية قهوة جيدة المصدر تمام بدون سكر طبعا وبعد كده اقعد عليها اربع ساعات كمان تمام وبعد الاربع ساعات التانية اخد وجبة الغداء تمام اللي هي وجبة الغداء العادية بتاعتي خالص وعيش حياتي بقى بقيت اليوم عادي جدا 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 وعيش حياتي طبيعية خالص تمام بس اثناء فترة الصيام من بالليل لحد وجبة الغداء الفترة دي كلها مسموح لي اشرب مية ممكن اشرب شيء اخضر بدون سكر ممكن اشرب جنزبيل ممكن اشرب ينسون اي مشروب سخن حلو بدون سكر تمام بس مش عصير مشروبات بدون سكر ده بالنسبة للصيام الاولاني تاني نوع من انواع الصيام اللي بصومهم هو الصيام الاسلامي الصيام الجميل اللي احنا كنا عارفينه تمام اللي هو من الصحور لحد المغرب تاني يوم بس ده مفوش مية مفوش مشروبات مفوش اي حاجة صيام لله تمام اه تالت نوع من انواع الصيام اللي انا بصومه هو صيام اه بدون اي اكل خالص 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 اه عشر احداش حسب انت هتنام الساعة كام اطع اكل تمام وحسب عشر ساعات تمام بعد العشر ساعات دي باخد كوباية قهوة بدون سكر بس تمام تمام اطول شوية كمان اطول شوية كمان بدون اكل بدون طعام قوة شوية تمام عشان كابي خليه مرة واحدة في الاسبوع الصيام القهوة مرة واحدة في الاسبوع الصيام الاسلام بخليه مرة واحدة في الاسبوع طيب ايه فايد الصيام يا دكتور فايد الصيام كتير جدا اولها اولها طاعة للرحمن تمام انا بصوم صيام الاسلامي علشان طاعة للرحمن وان هو اكتسب الثواب نمرة اثنين زيادة هرمون النمو growth hormone هرمون النمو ده المسلحات بتاع الجسم هو اللي بيصلح كل عيوب الجسم وخلال فترة الصيام الطويلة اللي احنا بنعملها دي وكمان ثلاثة ايام في الاسبوع هرمون النمو بيدخل على الحاجات الداخلية الأجزاء الداخلية في الجسم اللي هي محتاجة تصليح ومحتاجة نمو ومحتاجة اعداد يبدأ يزبط الدنيا من جوا نمرة الثلاثة اللي بعد كده ترويد النفس تهزيب النفس اعود نفسي على التهزيب ما تخليش نفسك تقودك ما تخليش نفسك تخليك عاوز تاكل مسلا ايس كريم مسلا ما تخليكش تنزل من البيت وتروح للايس كريم وانت عارف نوع غير صحي وتخليك تروح لحد هناك دي نفسك مشغلاك او نفسك ممشياك لا الصيام بيهدربك كويس جدا انت تسيطر على نفسك مهما يعني الحمد لله مهما كنت اي حاجة نفسي فيها عادي ممكن اعود يومين ثلاثة اربعة ما كنهاش عادي ممكن اعود اسبوع ما كنهاش عادي نفسي فيها بس مش عايز اكلها تعويد الجسم وترويد النفس على قلة الاكل او على منع الاكلات الضارة او الغذاء الضارة كمان اهم حاجة اللي هي بقى ايه قلة افراز هيرموني الانسولين طبعا طول ما انت صايم جسمك مش محتاج يفرز انسولين عشان ما فيش سكر في دمك فبالتالي جسمك والبنكرياس مش هيطلع انسولين وده هيعالج نقطة مهمة جدا جدا الناس كتيرة جدا بتعاني منها وهي مقاومة الانسولين اللي هي السبب رئيسي في السمنة اللي هي بتعمل سمنة عامة وبتعمل كمان سمنة في البطن دهون في البطن مقاومة الانسولين بتؤدي بعد كده المرض السكر تمام مرض السكر البري دايباتيك او قبل مرض السكر بيبقى عندهم مقاومة انسولين جسمهم ما بيستجبش الانسولين فبينكرياس بيفرز انسولين اكتر وبالتالي مفيش حر للسكر مشاكل كبيرة جدا الصيام بيحلها بيحل مقاومة الانسولين وطبعا بيخليك ما بتاكلش كتير مش عايز تاكل كل شوية كل شوية وبالتالي بشكل غير مباشر هيخليك تخس بشكل غير مباشر والنقطة دي مهمة جدا لان في ناس كتيرة جدا على السوشيال ميديا بتتكلم ان الصيام المتقطع بيخسس لازم تكونوا فاهمين كويس ان الصيام المتقطع هو نظام صحي لكن ليس ليه تخسيس هو لايف ستايل اسلوب حياة هو ممكن يخسسك بعض الكيلوات ليه لان انت مكلتش وقفت اكل فترات معينة تمام او انت يعني ما بقيتش بتاكل كتير زي الاول بقيت بتاكل صحي فمش هيخسسك بالشكل اللي في مخكو تمام هيخسسك الجزء معين وبعد كها هتثبت هتثبت تمام لان انت مفروض في الصيام المتقطع او في الصيام اللي انا بعمله الاكل ما بيقلش كميات الاكل مش بتقل هي هيها نفس كميات الاكل ولكن انا بحاول استفيد بهرمون النمو وكمان بستفيد الهرمون الانسليني قل والفواد اللي انا قلتلكو عليها لكن علشان تخس لازم تقلل في الصعرات الحررية وطبعا لو قللت في الصعرات الحررية مع الصيام المتقطع او الصيام عمتا فعلا هتحامل نتائج في التخسيس تمام؟ لكن الصيام المتقطع لوحده بدون انقاذ صعرات حررية ونظام ريجيم مش هي اهم حاجة بقى يا جماعة ناخد بالنا نظام الصيام ده مش مناسب لكل الناس يعني مثلا ما ينفعش مع الاطفال مثلا ما ينفعش مع الناس كبار السن ما ينفعش مع مرضى الكبد ما ينفعش مع مثلا مع مرضى الكلة تمام؟ او الناس فوق سيتين سنة او الناس اللي عندهم امراض مزمنة ما ينفعش يمشي على نظام الصيام او يستخدموا نصائح الصيام اللي انا قلتها دي الا تحت اشراف طبي تحكي للدكتور بتاعك طبيب الاسرة تحكي له انا كذا 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 وعايز اصوم بالشكل كذا 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 زي الدكتور احمد الباجوريم قال لنا هيقول لك اوكي موافق ابدأ لو الدكتور الطبيب العام او الطبيب الاسرة بتاعك قال لك لا ما ينفعش يبقى ما ينفعش انا بحذركم الصيام ده مش هينفع مع كل الناس شكرا لكم جدا ونشوفكم في حلقة جديدة سوبر هيلسي تغذية فائقة كل ما اصدر ثقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة